السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة ومش هنخلص أبدا في حياتنا في حياتنا كده من خناءات رموز نادي الزمالك مع بعض يعني كمية خناءات يا جماعة لا حصرة لها ومشاكل لا حصرة لها وقلت قبل كده في مليار حلقة أنا بحس إن الحاجات دي بيتم الاتفاق عليها ومفيش حد فيهم خلاص يعني بيقطع شرايينه عشان خطر نادي الزمالك وهتكلم في التفسير عن القصة دي الحاجة تانية عندنا هو إقاف الدوري مدة 42 يوم انت مش متخيل يا معلم بلا أي جدوى ومشكلة كبيرة في معسكر منتخب مصر وكيروش متدايق جدا ومتعصب ومتنرفز وكلام كتير جدا من اتحاد الكورة ومن لجنة الأندية إن هم ممكن يرجعوا مباراة الأهلي وبرامدز مرة أخرى إنهم يلعبوا مع بعض لأن كيروش كان شرط من شروطه قبل ما يسافر إن مطش الأهلي وبرامدز يلعبوا بعض ويكون في احتكاك مباشر من اللاعبين لأن اللاعبين كده لعيبة نادي الزمالك من يوم 25 لغاية يوم 11 اللي هو بداية أول مباراة لمنتخب مصر في كأس أمه الأفريقية هيعودوا لفترة دي كلها ما يلعبوش ونعملوا أي احتكاك وده غلط كبير جدا هو بأول احتكاك ليهم في كأس أمه الأفريقية ولعيب النادي الأهلي هيعودوا من وفيوتشر طبعا إن فيوتشر فيه تلات لعيبة من فيوتشر في المنتخب أو قامة مبدئية هيعودوا أيضا من 26 لغاية 11 ما يلمسوش الكورة أمام أي فرق حتى المفروض إن كان يبقى فيه مباريات ودية للمنتخب ولكن على آخر الأخبار اللي وصلنا إن كارلوس كيروش مش حابب إن هو يعمل مباريات ودية ويعايز يكتفي فقط بيئة المعسكر المغلق لمنتخب مصر كله ده يبانوا هنشوف في الفترة الجاية على عموم كيروش نازل مصر غالبا 29 أو 30 بإذن اللي ديسمبر وعنده مشكلة كبيرة جدا مع اتحاد الكورة ومع لجنة ربطة الأندية اللي خدت قرار بإيقاف الدوري منذ 42 يوم تعالنا نخش في تفاصيل خناقات رموز ناري الزمالك وتفاصيل منتخب مصر بس لسيديناك في بداية الحلقة لو أنت أول مرة تشوفني محابب تتفرج علي تاني فيه تحذر أحمر ونرى سبسكرايب واشتراك دوس عليه جنبوا جرسوا على جرسهم اختر أول اختيار ولو انت جديد قواديم معنا في قناة ستعمل لايك وكومنت وشير وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إبراهيم سعيد وأحمد عيد عبد الملك وخناقة جديدة من خناقات رموز نادي الزمالك اللي بيسموا نفسهم رموز نادي الزمالك نرجع تاني للوقت يا جماعة بعد ما كابتن إبراهيم سعيد قال على مصطفى فاتحي من وجهة نظره العادي المفروض كل واحد يعني يقول وجهة نظره عادي من غير ما نقتل بعض راجل شايف أن مصطفى فاتحي لعب محلي طيب خلاص مش يعني ده رأيه فيش مشكلة فيفاجأ بسيل من هجوم من جمهور نادي الزمالك على الراجل أنا طبعا ضد الكلام ده تماما مش ضد رأيه ضد السيل للهجوم لأنه عادي رأيه أنا رأيه مثلا أن لعب زي مش عايف مصطفى فاتحي محلي هو رأيه مش كأمر يعني هو راجل كابراهيم سعيد رأيه أن حسين الشحات ما بيعرفش لعب كورة رأيه أن مران محسن ده رأيه مران محسن ضايع مران حمدي ضايع مش عارف مين ضايع رمي ربيع عم ضايع مش عارف خلاص ده راجل لي رأيه مفيش مشكلة دي وجهة نظره راجل مفيش اي بصراحة يعني مش شايف اي مشكلة ان انا اقول وجهة نظر اعتبرني راجل يا عم ما بفهمش كورة اطلع اقول لك يا عم عم كهرباء ما ينفعش للنادي الاهلي معي مستوى دون للنادي الاهلي مش شايفوا يعيب كويس عادي هتقول لي إزاي تقول الكهرباء كده واحد يقول لك مصطفى تحي العب محلي يطلع واحد مثلا برضو زمالكاوي زي ما كنت أقوله من شوية لو واحد طلع قال لك كهرباء مش حلو يطلع واحد أهلاوي يهجم عليه ماشي واحد يطلع قول مصطفى فتحي مش حلو يطلع واحد زمالكاوي يهجم عليه مصطفى فتحي مين اللي مش حلو ده حبيت الكريز انتاش فهي ما كنت في طعم الكريز ده المسلم بتاعه في الصيف انت بتتكلم في ايه ده اي كلام في اي حاجة قول رأيك براحتك في كرة القدم وما يهمكش حد طلامة باحترام بأدب بدون تجريح حلو باحترام بأدب بدون تجريح قول للي انت عايز تقوله هتقل لأدبك هتتاريق هتجرح لا مينفعش بقى تبقى براحتك هنا خالق انت قلت في الموضوع شخصي ومبراعم سعيد بيتكلم شايفه وقدت نظرون مصطفى فتحي لعب بحلي جميل زمالك داخل شتم وشتم 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 شتيبقة رهيبة لغاية ما ظهر كابتنا أحمد قدر بينكشوا من بعيد. وراح مش هيرله حاجة. اه كان بيتكلم فيها كان ابراهيم سعيد بيشتم فيها جمهور النادي الاهلي. اه اه وطلع قال لك ابراهيم سعيد اللي عمل نفسه زمالكاوي مش عارف ولا اللي عمل نفسه بيحب جمهور النادي الاهلي ادي و ادي و ادي و ادي و جايب ايه? حاجات بيشتم فيها جمهور النادي الاهلي كتير. فراح داخل بعك ابراهيم سعيد معلق عليه ونزل احمد العرب ملك فيديو هين فيديو بيقول النادي الاهلي آدي متكامل في كل حاجة هو احسن نادي في مصري وفيديو تاني بيقول لك وان نво routine بروح النادي الاهلي ووالعب تحت او ضغط جماهير والعب في منظومة زي الاهلي وده مبنية حيات اي الاعب ومش عارب في يوم مش عارب في يوم مش عارب في يوم مش عارب�� مش عارب في how?' راح كابتل احمد عيد مش عارب ماشر مش عارب ايه وقال לק ملك الدنس بيقول كذا كذا 없ذا كذا راح ابراهيم سعيد راح ردد وقال لك اصلا احمد ايه لعايز تاعمل له جنينة في النادي باسمه فعاز روم بالاش estan عم lease راح مش رابق وقبلها بيومين خالد الغندور وهاني حتخطوا لتنين زمالitchenش وقبلها بين يومين مش عارف بعدي وقبلها من يومين ابراهيم سعيد وابراهيم فاي وقبلها من يومين مش عارف خالد الغندور BGD يجلبها عن ارحمونا ارحمونا اقسم بله لاほどitch جسمنا فقط. كفاية يعني استغفر العظيم å�� نحل فعلفنا ولدونه قد åmeloga الجسم هيا قد وقسم الله ظهقنا قد Everything تعبنا سامحنا عن ما شخص ربنا سامحنا تعبنا ولله الله ذهقنا كفاية شفوا شيئ друг جرب تعمل بسلة بالجزر ومفيدة وسيلة قدم بعمل عاد سفر اقول لك ايه طب اخير نقول كلام انا محبش الكلام بالاسطوب ده والله كفاية يعني احنا بنوعك كده جماعة مش لقين حاجة نعملها كناس لنادي الزمالك على تويتر او الفيسبوك طب اعمل ايه اعمل ايه يوه نازهان اوي لما هو ما انكوش واحد زمالكاوي زي مش مثلا واحد زمالكاوي واحد اهلاوي ينكوشه بعض لا زمالكاوي زمالكاوي عشان مجالات تعليق ما قلت لما كراجل اهلاوي تيجي تفرج تقول ايه خلينا كون متفاقين عشان بس كون متفاقين ان جمهور الاهلي يعني عشان بس محد شعر يحور هو اكبر جمهور في مصر او اكبر عدد جمهور ما عرفش في افريقيا ولا في مصر في مصر فانت عايز جمهور للا يتفرج في ناس كده فيروح داخل ايه انا زمالكاوي اروح مكلم واحد زمالكاوي زمالكاوي وزمالو عافية كما يكونوا يتفقين عادي جدا انا عارف ان في بعضهم بدون زكرة اسماق محبش اقول حاجة كده متفقين والناس عارفه المقربين من هم عارفين بمعنبي ناطلع وانت تنكشني القطرة ده انت تريبيت تريبيت على التويتر وانت تريب التيت تريب التيت وانت تلاتة تريب التيت وانت اربعة تريب التيت وانت عملت تتفرج وما بتحكوا علينا كلنا دب انت خيل اللي بيحصل ايه يعني بو ما اي كلام في اي حتة اي كنافة واحنا برضو ما جانينوا بطلع نتكلم عنهم معنا ما اعمل ايه طيبة حدث لازم اطلع اتكلم عنه ما اكيد انا برضو عايز مشاهدات زيهم بص انا صريح جدا مشوفتش اكيد مش هتشوف يوتيوبر دغري معك قوي كده بقى اكيد انا عايز مشاهدات زيهم ما انا طالع عامل ايه يعني اصوي عيش ما انا طالع عايز مشاهدات انا كمان بس الواحد يحاولين مشاهدة حقيقية بقى ما نجدبش ونحور الحمد لله لانتبعني من زمان عارف ان الفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقدرنا نحنا ما نحاولش نجدب ما نحاولش نحط عناوين زائفة ما نحاولش نحور على الناس بس دي اهم حاجة انا نتكلم بصورة محترمة بيننا وبعض لان احنا في الاخر الخد منتخب مصر عنده كارثة كبيرة جدا وربط الاندية عاملة مشكلة والتحاد الكورة عام مشكلة اظن انا قلت لك في اول فيديو واللعبة هتقعد فترة كبيرة ما تلعبش وربنا نسطره في الاخر يعني ايه عايز اقول لك اللي هو ما نزعلش بقى لقدر الله لو منتخب مصر طلع مثلا حصل مشكلة ربنا نسطر لان اللعبة ملتحمتش الدوريات شغلة في كل بلاد العرب والجزائر الدوري يشغلوا والمغرب الدوري يشغلوا ومش عارف مين الدوري يشغلوا ومين الدوري يشغلوا وفي افريقيا مين الدوري يشغلوا وانت في مصر جيت وقفتوا لها معلم كفاية كده اتنين واربعين يوم الدوري ايقاف يا جدع طب يلعب مطش الاهلي وفيوتشر اللي المدير الفني اصلا موسع عليه هيبقى احتكاج قوي جدا اللعبة مباراة قوية جدا مفيدة لنا كلمنتخب مصر والله ما يتلعب على جستي الاهلي عفقنو بيرامدز والله ما يتلعب الاهلي بيرامدز مين اللي يتلعب معنا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده أنا مسافر أنا مسافر سوأسر وأسوان أنا شتى أنا فاضي لك يا عم ايه عم ما نفاضي أنا عندي رحلة في النار كروز لأسر وأسوان ما عطش يا اليوز بيرامدز مين يا عم المنتخب يروح يلعب مفيش احتكاك للمنتغب يا عم عنه محتك يا عم يروح يعمل اي حاجة تانية كنافة يعني كرة القدم في مصر تدار بلائحة الكنافة كنافة بالمنجة يعني عشان بس تبقى احلى لنا الله كان مع خوك عمرات في خناة صاحب الكورة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم